السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم وامنين ايا رب وكلكم تبقوا بخير احسن صحة او احسن صحة حيل اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وأصباحي أجمعين اه انه هرد هنعمل مع بعض صانية كده كرنابيت بالبشاميل بس هعملها بصوص البيونيز صوص البيونيز دوت هقولكم تكت عليه زي بتاعة بره بالزبط اه زي بتاخدوه في المطعب بالزبط هنه هسألق الكرنابيت بيتين البشاميل كريمة صلصة اه معايا زبدة معايا بصل بصل وجزر مبشورين ومعايا لحمة مفرومة طبعا كان صدري دقيق والله بنبقى هقولكم عليه كمية الدقيق واحنا بنعمل اول حاجة هنعمل صوص البيونيز جبت هنا طاصة على النار فيها شوية من الزيت هنزع عليهم بالبصغط لم ياخدوا لون دهبي اه فيه تكت هقولكم عليها اللصوص البيونيز ده يتعمل اه زي بتاع بره بالزبط بس وانتو بتاع بره لما بتروحوا اي محل اسألوه حلال ولا لأ علشان خاطر فيه تكت كده بيعملوها اه في المطعم الكبيرة بما ينفعش احنا ناكلها فهقول لكم ليه وهنزل هنا بفصل من الطوم بس هنا الحاجة المفروض ما تتحطش هقول لكم عليها البازيل بتاع حقي خلاص كده انا بدأت انزل هنا بالجزر اللي خلونا شوحت البصل شوية وبدأت انزل بالجزر فضل التقلب لوقت لما لون الجزر يتغير معي وبعد كده هنزل باللحمة مبالفومة سوزر البيونيز ده بينفع لللزانيا بينفع لما كورونا للبشاميل انا هنا عملته دقة حابة كمان كسير وشلته في الفريزر اه عمل معي حير ويوفر معاك جدا حابة بقى تعملي عليه فلفل الوان ممكن مشروم اه ممكن اه اي حاجة انت حابها ممكن تحطيها عليها بس انا هنا محبتش قطر ومحبتش غير طعم هنا البهارات ملح وفلفل فقط انا مش هحط اي بهارات تانية ليه شو مع البهارات ومع الكريمة ما يبقاش طعمه متغير انا هنا حطيت اللحمة المفرومة هفضل اقلب فيها كده غطلة ما تاخد لونها وتقوى بقى داخل عستوى خلاص كده هفضل اقلب اي زا ما انتم شايفين وبعد كده هنزل ملح وفلفل بس مش هكتر في اي حاجة تانية خاص اه تمام و اه و لما اتروحوا اي مطا انتم شايفين سألوا سألوا زا كان حلال ولا لا هو هقول لكم ليه دلوقتي حالا تمام انا كده هنا خلاص اه اللبت اه اللبت وحطتين ملح وفلفل مش حط اي بغارات انتي حاب اي بغارات بس استغنوا عن الكريمة. خلاص بس الكريمة دي بتعادل حموضة الصلصة. مش اكتر ولا اقل. مش هتغير من طعم اي حاجة. خلاص انا هنا كده حطيت الملح والفلفل وهقلف اللحمة لحد ما تاخد اللون بتاعها. خلاص كده انا هنا بص فراخت الطاصة كده من النص. هو هبدأ انزل بص الصلصة بتاعتي تتشوح شوية بعيدة عن اللحم. خلاص اهي. بدأت انزل بالصلصة. تمام. وحقد. بس كده. يا رب فيديوهجي تعجبكم يا رب انتنسونش بالاشتراك واللايك وتعليق حلو كده منكم. آآ بضلت اقلبهم اللحمة بالصلصة تامد رأسي يعني اللون حلو للحمة. خلاص انا كده قلبت. وعقول لكم التكاية اللي مفروض يتحط بدلها ايه وتسألوا المطعم اللي انتوا بتاكلوا فيه آآ ازا كان حلال ولا. ممكن تعميل مكارونا بيضة كده جنبه يتحط عليها كده من فوق. لكن احنا مفروض ما كده معصاجة زي اكدنا المصرية المفضلة بتاعتنا. اه ينفع. بصتو اهي. بدأت كده الصلصة تاخد معي لون التكاية بقى اللي هنا. وحقول لكم ايه المطاعم بتحط ايه بالضبط المطاعم الكبيرة. هنا هنزل بمعلقة آآ الشاي. آآ معلقة قصدي من معلقة الشاي كده معلقتين. خل. في المطاعم بقى بيعملوا ايه? بيحطهم بيت احمر. عشان كده بقول لكم. آآ اسألوا المطاعم زي كان ده حلال ولا. ليه بقى? لان بيت الاحمر بيدي طعم مزازة في الصوص ده. مخصص ليهم. فآآ احنا طبعا كان مسلمين موحدين بالله. فما ينفعش نحطك الموضوع ده. فحطيت بداله آآ معلقة من الخل. وحطيت هنا معلقة كبيرة من الكريمة. بديل كريمة حبة من اللبن. لو ما فيش. آآ معلقتين كده كبير من اللبن. يا اما آآ معلقة من الزبادي. بس اقول لكم حاجة هي كريمة احسن عشان بتعادل آآ يعني حموضة الصلصة. لا اكتر ولا قل. كده خلاص خلصت. حبدا بقى هعمل هنا البشاميل. البشاميل البتاعي هنا حطيت اربع معلق من الزبدة. وكترت شوية خلق ديكن بحباحة كده فيهم. واربع معلق من الدقيق. آآ قد الزبدة قد الدقيق. انا شوحهم مع بعضها ننزل الملح والفلفل. واول ما تشمي رحة الدقيق كده طلعة. آآ حنبدأ ننزل باللبن. وعنقلب غطل الميتقل معنا. وخلاص على كده. اهو. كده حسيت رحة الدقيق خلاص طلعت. سأبدأ عنزل باللبن. آآ تمام. زي محبط آآ هنا اللبن استخدمت آآ كيلو من اللبن. كيلو بالزبط من اللبن او ريتني من اللبن. لو ريتني من اللبن حتشيلي منه نص كوباية او كوباية لربع. لكن لو هو من عندي اللبان عادي هو كيلو اللبن. خلاص يعني كيلو اللبن بياخد اربع معلق من دي واربع معلق من الزبدة. خلاص بس يعني الزبدة اكتر شوية عشان يطلع معك مصبوط. خلاص حفظة لقلب. حبة بتحطي في البشاميل ده جمنا ايش در اشطة بتاع اللي انت عايزية. بصو هنا بدأ يتقل معي. كده خلاص هطفي عليه. اعترفي ازاي بشاميل آآ استوى معك عايي بدأ يطلع فقعات هواية كده من الجنب. يبقى هو كده خلاص. استوى مش محتاجة لف تاني على النار. اهو. بصتو هو مصبوط ازاي? هنا جبت الصونية بتاعتي وحبدأ ارس بقى ايه? الكرنبيت. وبعد كده صوت البيونيز وبعد كده طبقة تانية من الكرنبيت. اهو. بدأت ارس الكرنبيت اه انا هنا سلقاه جامد شوية. انا مش عايزاي يكون آآ يعني في نسبة من اللي يكون لسه نيلة. انا عايزاي يكون مسلوق آآ مهري شوية. ليه? علشان انا لما اجي اخد الخرطة بخرطيتها تطلع متماسكة متطلعش من فتفتها معي. البشامين اللي بيمسكها. تمام اهو. بعد كده هجيب سوس البيونيز بتاعي. وحبدأ انزل به. والله يا جماعة الحبة اللي انا عملتهم باللحم ومفرومة دول. يعني نمت معي كسير وتبقى كمان في الفريزر. هي بدأت انزل بسوس البيونيز. بصوا يعني كريمة مش باينة اعتولي كريمة اقول لك اهو كريمة مش باينة خاص بالعكس دي بتادي طعم. حلو جدا جدا نسوس البيونيز. اهو. ده اتبقى افرد كده اللحمة المفرومة. وبعد كده هنزل بطبقة الكرنابيت التانية على طول. انا هنا البشامين اللي بتاعي هيكون بارد هيكون بارد خالص وهنزل عليه ببتين. وقال ليه مسلا ما صورتش معاكم اللقطة ديت. يعني انا بعد ما بارد البشامين رحت آآ نزل عليهم بالآآ اتنين بيضة. وقلبتهم مع بعض. لكن انا بصراحة ما بحبش البشاميل آآ الواحده. وهكده اروب بالبيت زي اوملت وهنزل فوق الوش. بصراحة بحس البشاميل اللي بتاعي. مش بيستوي بيت طبقة كده البيت كده شبه الاملت مش بحبه. فانا بحط آآ بنزل بالبيت جوه البشاميل زياد نفسه. بس كده هدخلها الفرن غايت لما تستوي وكده خلصت معنا. دايما باي خلصت معنا. بص شكلها عامل ازاي? روعة. يا رب يا رب تعجبكم جربوها بطريقتي ورأيكم ايه? اهم. اهيت. بصان بتنسونيش بالاشتراك ولايك واشوفكم على خير يا اجمل متابعين. اشتركوا في القناة